تدرج الصفات في الجدول الدوري الحديث نصف القطر الأيوني عناصر الجدول الدوري الحديث رتبت العناصر في الجدول الدوري الحديث بناء على تدرجها في العدد الذري وهو عدد البروتونات الموجبة الموجودة داخل النواه أو عدد الإلكترونات السالبة التي تدور حول النواه وذلك لتساويهما وبذلك تعتبر الذرة متعادلة كهربائيا أما إذا فقدت الذرة إلكترونا أو أكثر فإنها تسمى أيونا موجبا أو كاتيون وذلك لأن عدد البروتونات الموجبة زاد على عدد الإلكترونات السالبة أما إذا اكتسبت الذرة إلكترونا أو أكثر فإنها تسمى أيونا سالبا أو أنيون وذلك لأن عدد الإلكترونات السالبة زاد على عدد البروتونات الموجبة تدور الإلكترونات حول النواة في مدارات يصعب تحديد شكلها لذلك تم اعتبار الذرات كرات لها أنصاف أقطار يمكن أن يكون نصف القطر الأيوني أصغر أو أكبر من نصف قطر الذرة المتعادلة ففي حالة الكاتيون يقل عدد الإلكترونات التي تدور حول النواة فيزيد قوة جذب النواة للمدارات المتبقية فيقل نصف قطر الكاتيون عن الذرة المتعادلة والعكس في حالة الأنيون أيون ذرة الصوديوم تحتوي ذرة عنصر الصوديوم على أحد عشر إلكتروناً يوزعون حول النواة بحيث يحتوي المدار الأخير على إلكترون واحد فقط وبالتالي سيكون من السهل فقده ليزيد عدد البروتونات الموجبة الموجودة في النواة عن عدد الإلكترونات السالبة التي تدور حول النواة فتتحول ذرة الصوديوم المتعادلة إلى أيون موجب أو كاتيون نصف القطر الأيوني لعناصر الجدول الدوري الحديث نظراً لارتباط نصف القطر الأيوني بعدد الإلكترونات التي تدور حول النواة فهذا يعني أنه كلما اتجهنا للأسفل في الجدول الدوري زاد عدد المدارات التي تدور حول النواة وزاد بذلك حجم الذرة ونصف قطرها الأيوني إذا اتجهنا من اليسار إلى اليمين في الجدول الدوري يزداد عدد الإلكترونات التي تدور حول النواة ويزداد عدد البروتونات في النواة وتزداد قوة جذب النواة للإلكترونات فيقل بذلك حجم الذرة ونصف قطرها الأيوني ترجمة نانسي قنقر